تحريطك ذكرت نقطة مهمة قوي قبل الفاصل ألا وهي وجود تغيير في الطرف الآخر هل كل تغيير مدعا للشك؟ في كلمة يمكن أنا قلتها بسرعة تغيير مفاجئ تغيير مفاجئ يعني نفترض لو تغيير تدريجي مقبول يعني إذا كان ظروف المادية محدودة فملابس زوجتي بتشتري بمبلغ على قدنا لكن ربنا أكرمني وص علي فحاست أنها محتاجة تشتري شيء مميز جاكت مميز ده شيء طبيعي لكن لما يحصل تغيير مفاجئ في الشكل في المصرفات في موعيد الخروج ومدة الخروج وعدد مرات الخروج في استخدام أنواع من البرفانات الصارخة في تغيير تسريحة الشعر في زيادة استخدام التليفون حاجات ما كانتش موجودة في البيت أو الكلام على الرجل اللي بدأت خروجه كتير سفرياته بدأت تزيد مدد غيابه بدأت يزيد قوي مصاريفه بدأت تزيد قوي قوي وبعدين أفاجأ أنه ما فيش داخل البيت منها أو منه أسلوب التواصل كنا معتدين عليه ده شيء طبيعي قوي قوي تغير يعني التغير في التواصل شيء يثير الشك قد يكون هناك بعض الملابسات اللي بيستخدمها الشيطان حالة من الحالات مثلا أذكر أنه الجرس التليفون يرن يروح هو يرد قال لي ما بلقيش حد يرد يتصل تاني يروح ما لفيش حد تمسك هي التليفون في حد على الخط ممكن ده يكون ملابسات مش مقصودة أبدا أمور زي كده تحصل كتير ملابسات في كلمة ملابسات في التصرف عايز أقول لحضرتك مثلا نفترض أنه بعض الشخصيات اللي ما عندهاش حذر شخصيات ما بتضعش حدود في التعامل ممكن يسبب لزوج وزوجة بيحبوا بعض قوي نوع من الشك وهم ما عندهمش زنب في الأمر أزل حريتك إيه أنه ما فيش حذر وحدود في التعامل يعني أنه زوجة ما فيش حدود في التعامل مع شريك آخر يعني مع الطرف الآخر أو الزوج والعكس معزومين في حفلة معزومين في عرص وشخص كده يعني خفيف في أسلوبه أو يعني ما عندهاش حدود وحذر في التعامل فبيشوف مراتب ييجي يسلم عليها ويحضنها بطريقة ويقبلها بطريقة مبالغ فيها قد تكون تركيبته كده قد تكون تركيبته كده وقد يكون هو ما عندهاش اسلوب حدود مش حاطة لنفسه حدود في التعامل أو العكس فممكن ده يسبب لقلب الزوج شك مع أن الزوجة لا يربطها بهذا الشخص أي شيء زائد عن كونه واحد من ضمن المعروفين الموجودين فإذا حلاً لنقطة زي دي ممكن الزوجة تاخد بالها بعد كده أو الزوج ياخد باله حدود لهذا الطرف علشان ينهي المشكلة من قبل ما تبتدي أصلاً حلوة قوي أن الزوجة اللي هي تبدأ وتقول لجوزها على فكرة أنا مش باستريح لتصرف الشخص ده من فضلك لو في مرة تانية ابقى أنت قرب عليه يعني من فضلك أنا ما باستريحش للشخص يعني يعمل حاجة يساعد الزوجة بقدر الإمكان أو هي كمان لما بتسلم بتحط حدود بحيث تبعد إيها من هذا السلام الموضوع ده بيشفي الزوج تماماً وربنا بيحميهم من إن الشيطان يرمي بذرة شك عندنا في أوروبا بنت رائعة جداً من كنيسة من الكنيس كانت لها خدمتها والحقيقة إنسانة رائعة في الكنيسة ارتبطت بشاب من كنيسة في مدينة أخرى داخل ألمانيا برضو ولفت شهور طويلة لغاية ما أول مرة جات هي وعرسها للكنيسة اللي كانت فيها فتلف حواليها الشبان والشبات وبدأ يكلموها ويعملوها فواحد منهم بيقول لها أنت غيرت قصة شعرك ودي حاجات مش مطلوبة إن واحد يمدي إيده أو إيه وحاجات زي كده وفوج العريس عجوزها إنه بر الدائرة خالص وحواليها 12-13 فرد بتكلموا معاها ما خدتش بالها إنه معزول الموضوع ده دايقه قوي قوي إن هي ما قدمتهوش وديت له المركز إن يكون معاها في وسط الدائرة دايقوا أكتر كمان أسلوب الخلطة الزائدة والناس اللي هم نقدروا بالبلد يرفعين الكلفة خاصة فده سبب لهم مشكلة كبيرة خالص قدرت أتفهم الموقف وفاهم العريس ده لأن هي كانت هنا أعلمت دول عليها فضلها عليهم وفي بينهم علاقات ممكن يكونوا متربيين معاهم مدرس الأحد يعني للأسف الأكسام دلوقتي ما بيتبينش يعني بتبقى مدرسة مدرسة الأحد وفضلهم يعني في نفس الحال آه الدهم طبعا ففاهمتوا أن ما فيش أبدا أي أغراض دنيئة يمكن ما فيش عندهم حكمة في أسلوب التصرف وقلت لها المفروض لما تكوني جاي مكان تقدمي جوزك وتوقفي معاه وتبقوا مسكين إيدين بعض وأنتوا بتكلموا مع الناس وعدى الأمر بسلام الله بدون دخول بزرة الشك لأنه الشيطان كان عاوز أو طلع من بقه بالحرف في مكتبي قال لي لما قدامي بيعملوا معها كده وما لما كانت هنا معهم كانوا بيعملوا إيه فقدت تفاهمهم فقدت تفاهمهم أن وجودها هنا كانش بيحصل إن مع بعض في الكنيسة باستمرار لكن غياب أختهم الكبيرة وأصدت والأختهم الكبيرة عنهم فترة يعني كل واحد عايز يعبر عن أشوائه ومحبته بطريقة حتى وما كانتش مرغوبة يعني ناس رفعوا الكالفة بطريقة مش مطلوبة ولو كان الموقف عكسي كان ممكن يحصل كده برضو هو مش قصده يعني لو كان هو اللي رجع للبلد اللي كان فيها وهو يعني تجوز ورحلها البلد اللي ينفيه ورجع كان مهيقابل بالحفاوة والترحاب وهي ممكن تبقى out of the circle وهو مش واخد باله برضو طبعا هتبقى ليلى سودة لو واحدة قالت له أنت مالك كده أنت كنت يعني ما لك كده حصل لك أنا شايفك كدك إنك عجزت هو إيه اللي حصل لك أنت ما بتاكلوش ولا إيه وطبعا هي وقفة ولا واحدة قالت له موراتك ما بتعرفش تطبخ انت خاسس طبعا تبقى يعني إيه ليلة بيضة يعني في الجد لكن كتير جدا بتحصل ملابسات ملهاش أي أسس من حقائق إن لم يوضح الطرف من الطرفين الموقف ممكن يسبب وجود شك بين الزجاج أو يطلبوا مشهورة حد حكيم رجل الله زي حضرتك يبسط الأمور للطرف اللي بيشك ويبسط ويبقى ورّي الغلط للطرف اللي أخطأ ويتنتهي المشكلة عند هذه الجلسة يعني بالضبط ده نهاية المشكلة حضرت الشك هو بسبب غموض فيه حاجة غمضة حل الشك ايه الوضوح يفضل الوضوح من شريك الحياة بسرعة قبل ما الشك يبتدي يسرح ويعشش في ذهن واحد من الاتنين وإذا هو مصر على الأمر يفضل تدخل شخص بيعرف الطرفين جيدا علشان ما يخدش موقف المحامي اللي بيحامي على طرف طب لو لا يوجد حد يعرف الطرفين جيدا هل نلجأ لمشير محايد حد يدري حكمة ونصيحة دل مطلوب